تطغى الأجواء الأولمبية على ريو دي جانيرو أول مدينة أمريكية جنوبية ستحتضن الأولمبياد والتي تتركب وصول أكثر من عشرة ألاف رياضي وخمسمائة ألف سائح وباتت القرية الأولمبية جاهزة لاستقبال 207 وفود أجنبية في نهاية تموز يوليو إنها واحدة من أكبر القرى التي رأيتها على الإطلاق أنا سعيدة للغاية لتأدية هذا الدور لكن أشخاص كثيرين يعملون أيضا ليكون كل شيء على أحسن ما يرام سيتركز دوري على استقبال الرياضيين والتأكد من أنهم سيهدون بقامة جيدة غير أن غيوما سوداء ما زالت في الأفق فمنذ مطلع العام ارتفع معدل الجريمة في ريو نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة بينما نظمت شرطة الولاية احتجاجات في الأسبوع الماضية بسبب تأخر الرواتب وتعتزم السلطات نشر ضعف العديد الأمني الذي خصص لأولمبياد لندن أخذة في الاعتبار تهديدات المتطرفين في ظل ما يحصل في العالم تعاني ريو دي جانيرو أساسا من العنف ونشكر الله لعدم وجود أي مشكلات متعلقة بالتفجيرات أو الهجمات الإرهابية لكننا مستعدون لمواجهة أي خطر من هذا النوع تدربنا مع شرطة الوطنية الفرنسية وخصوصا مع وحدة النخبة التي تملك خبرة في محاربات الإرهاب أما الهاجس الآخر فهو زيكا فقد تسبب انتشار الفيروس الذي تنتقل عدواه بواسطة البعود العام الماضي بإصابة مليون وخمسمائة ألف برازيلي وقد قرر بعض الرياضيين عدم المشاركة في أولمبياد ريو خوفا من الفيروس غير أن السلطات تصر على أن الوضع تحت السيطرة خطر إصابة أحد ما أكان رياضيا أم سائحا بفيروس زيكا في البرازيل يقول عن معدل إصابة لكل خمسمائة ألف نتوقع وصول خمسمائة ألف زائر ما يجعل الخطر معدوما بحسب دراسة لجامعة كامبرج أما المشكلة الأخيرة فتمثلت في تعليق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اعتماد مختبر ريو بسبب عدم مطابقته المعايير الدولية وإن لم تحل هذه المشكلة سترسل العينات إلى مختبرات أخرى في العالم ورغم ذلك يعيد المنظمون بأن الألعاب الأولمبية ستتكلل بالنجاح وستشكل مفخرة للبرازيل ترجمة نانسي قنقر